عند أخ ما يقدر يصلي تقول إذا دخل إلى الصلاة يقول يأتيه جني كما ذكرت والجني متلبس به و داخل به يقول و يقف في ظهره و يبدأ يتلفظ بألفاظ كفري نعوذ بالله و تقول بأن هذا الجني من أيام من زمن سليمان و شيء من هذا القبيل أم عمر بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يعافي أخاك أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنه الشر والشيطان إنه خير مسؤول أولا أختي الفاضلة لا بد أن نعلم بأن الصلاة واجب على المكلف يعني بمجرد أن يبلغ المسلم فإن يجري عليه القلم سواء كان ذكرا أو أنثى فأخاكي ما دام أنه قد بلغ فإن الصلاة واجب عليه الذي يمنع من الصلاة بعض الأمور مثلا عندنا المرأة الحائض إذا حاضت أو نفست ما تصلي عندنا المجنون ما يجب عليه الصلاة ما تجب عليه الصلاة عندنا الطفل الصغير ما تجب عليه وجوب تكليف بمعنى أنه يعرض نفسه للعقاب أو فيما لو إذا ترك لكن يؤمر بها أمر تدريب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها هم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ فهذا مرفوع عنه القلم بالنسبة لأخيك ما أدري أنا حقيقي أنت ذكرت وأيضا ما أظن بأن في مبالغة في قضية أنه لا يستطيع الصلاة الشيطان ضعيف يا أخت الفاضة الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف ضعيف وين أمام الإيمان أمام التوحيد أمام اليقين بالله عز وجل أمام الصلاة أمام قراءة القرآن ولذلك الشيطان لا يصمد أمام المؤمن الذي يعتني بهذه العبادات وبهذه الطاعات عندك يا أختيم عمر خطوات مع أخيك أولا قضية هو علموه ولقنوه كيف يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل وأيضا كيفية رقية نفسه وتحصين نفسه من الشيطان وشره وشركه يعني يأتي مثلا بالآيات الشرعية مثلا يقرأ الفاتحة كثيرا يقرأ آية الكرسي يقرأ القواقل مثلا يقرأ الآيات التي فيها السحر فيها السحر مثلا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى يأتي بالآيات التي فيها أسماء الله جل وعلا الحسن فيدعوه بها هذا مهم جدا الأمر الثاني أنتم تشتغلون عليه أو تستعينون براقي مثلا من العلماء وليس من الدجاجلة في دجالين يزعمون أنهم رقات هؤلاء يزيدون الإنسان و العيادة بالله سوءا لا راقي من أهل العلم أهل الاتباع اتباع السنة على خير و من أهل التقوى و الخير فيأتي فيرقيه و يقرأ عليه و بإذن الله سيخرج مع الوقت إذا كانت هذه الألفاظ التي تصدر من أخيكي والله سببها فعلا عقله قد غاب و الجن تحكمت به فهذا لا يضره هذا لا يضره لأنه فاقد لعقله أو فاقد لتصرفاته هذا لا يضره وأهم شيخ الفاضل الآن تشتغلون عليه بالرقية و تشتغلون عليه بالقراءة بارك الله و فيك